اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية درسنا اليوم بعنوان الدولة الاموية تعالوا نتكلم في البداية على ان الدولة الاموية كان لها دور مهم في نشر الاسلام وتوطيد اركانه وكمان كان لها دور مهم على القضاء على الفتن وجمع كلمة المسلمين طيب مين مؤسس الدولة الاموية دي وبتنتسب لمين قامت الدولة على يد معاوية ابن ابي سفيان عام 41 هجرية تنازل الحسن ابن علي له عن الخلافة وبيعه هو واخوه الحسين ابن علي حقنا لدماء المسلمين استفشل المسلمون خيرا ورقوا فيما اقدم عليه الحسن تحقيقا لنبوءة جدهم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي هذا العام بعام الجماعة يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني المسلمين لما سيدنا الحسن ابن علي تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية ابن ابي سفيان علشان خاطر ما يحصلش حرب او اقتتال ما بين المسلمين لان كان فيه فئة مع سيدنا الحسن وكان فيه فئة مع سيدنا معاوية والفرقتين دول من المسلمين علشان خاطر ما يحصلش ما بينهم حرب وتسيل الدماء فسيدنا الحسن بن علي تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان وبكده أصبح العالم الإسلامي كله تحت راية واحدة وله رئيس واحد أو له خليفة واحد هو معاوية ابن أبي سفيان والعام اللي حصلت فيه الوقع دي سمي بعام الجماعة نظرا لأن المسلمين كلهم بقهم جماعة واحدة مش فرق أو يعني طواقف مختلفة متحربة ومتقتلة وهنا تعالوا نتكلم على نقطة مهمة جدا وهي أن احنا يعني رأينا من سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما أن مصلحة الوطن كانت مقدمة عندهم على مصلحتهم الشخصية أو على مصلحة الفرد وده لما تنازل سيدنا الحسن بن علي لمعاوية ابن أبي سفيان عن خلافة المسلمين حقنا للدماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بن علي قبل كده في حديث قال على سيدنا الحسن بن علي وطبعا هو ابن بنته إن ابني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفعلا ده حصل بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما مات وفعلا الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان حصل في صلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وسمي العام ده بعام الجمع طيب هل تعرف يعني كم استمرت الدولة الأموية ومين هم أشهر حكمها تعاولوا نتعرف استمرت الدولة الأموية 91 عام حكم خلالها 14 خليل أشهرهم أربعة هم معاوية ابن أبي سفيان ودوة حكم من 41 هجرية ل60 هجريا وعبد الملك بن مراوان وده حكم من 65 هجرية ل86 هجرية والوليد بن عبد الملك وده حكم من 86 ل96 هجرية وعمر بن عبد العزيز اللي حكم من 99 ل101 هجرية حكم سنتين فقط هم دول أشهر أربعة خلفاء تعالوا نتكلم على واحد واحد منهم ونشوف أهم أعماله عمل إيه للمسلمين وليه الدولة الإسلامية في الوقت ده أولا معاوية ابن أبي سفيان طبعا هو المؤسس الأول للدولة اللي حكم المسلمين من سنة 41 هجرية لسنة 60 هجرية سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كان من كتاب الوحي اللي كان لما بينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيملي أحد الصحابة وكان من هؤلاء الصحابة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان وكان بيكتب الوحي ويكتب القرآن من فم الرسول صلى الله عليه وسلم شارك معاولة ابن أبي سفيان في حروب الردة اللي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ما مات في قبائل كتير من العرب ارتدت عن الإسلام لأنه هما ما أسلموش إسلام حقيقي فيعني ارتدوا عن الإسلام فطبعا حصلت حروب لإرجاع هذه القبائل عشان خاطر ما تقسمش الدولة اللي كانت موجودة في المدينة المنورة في الوقت ده فكانت حروب تسمى بحروب الردة شارك فيها معاولة ابن أبي سفيان صلى الله عليه وسلم فتح الشام وأصبح والين عليها سنة 18 هجرية وده طبعا عمل كبير لمعاولة ابن أبي سفيان صلى الله عليه وسلم تم مبيعته بالخلافة عام 41 هجرية وقلنا العام ده سميناه عام ايه؟ عام اسمه عام الجماعة طيب ايه بقى أهم أعماله؟ جمع كلمة المسلمين نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق في الشام حتى يكون بين مؤيدين إنشاء ديوان الخاتم لحفظ وختم مراسلات الخليفة ونظم البريد يعني عمل ديوان كده لختم اي مراسلات رسمية تطلع من عند الخليفة لملوك العالم وكمان نظم عملية البريد في الوقت ده إدخال نظام الوراثة في الحكم إن هو ورس ابنه من بعده في الحكم مواصلة حركة الفتوحات الإسلامية والاهتمام بالبحرية الإسلامية اهتم بالعمران وشيدت في عهده مدينة القيروان التاريخية ودي صورة القيروان توفى معاوية بن أبي سفيان عام ستين هجرية وانتقلت الخلافة من بعده لابن يزيد ابن معاوية ودلوقتي تعالوا نتكلم عن خليفة تاني من خلفاء الدولة الأموية وكان مشهور جدا بين الخلفاء هو الخليفة عبد الملك ابن مروان وبيسمى المؤسس الثاني للدولة الأموية وحكم عبد الملك ابن مروان من سنة 65 لسنة 68 هجرية هو خامس خلفاء الدولة الأموية كان ترتيبه الخامس بين الخلفاء وفي عهده قضى على الفتن ولذا اعتبروه المؤرخون المؤسس الثاني للدولة الأموية نظرا لأنه عمل على استقرار الدولة الأموية وقضى على الفتن وأهم أعماله تمثلت فيه أولا تعريب الدواوين ضرب العملة الإسلامية بقى فيه عملة للمسلمين في الوقت ده عليها الشعارات والكتابات الإسلامية تنقيط المصحف كان المصحف يعني زمان مفهوش نقط لكن في عهد عبد الملك ابن مروان أصبحت الحروف لها نقاط عشان تقدر بعد كده الأجيال اللي طلعت تقدر تميز الكلام كلام الله اللي موجود في المصحف مواصلة حركة الفتحات الإسلامية طبعا ده تم في عهده وإنشاء مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس توفى عبد الملك ابن مروان سنة 86 هجرية بعد أن أعاد الاستقرار للدولة الإسلامية مرة أخرى وأخمد الفتن وقضى عليها ثالث الخلفاء الأموين اللي هنتكلم عليهم النهاردة هو الوليد ابن عبد الملك وعصره كان بيسمى بالعصر الزهبي من 86 ل 96 هجرية يا ترى ليه كان عصره هو العصر الزهبي واشتهر بإيه الوليد وإيه أهم أعماله تعالوا نتعرف عليها هو السادس خلفاء بني أمية تولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 86 هجرية وأهم أعماله تمثلت في إيه بقى؟ اهتم الوليد بالعمران فمنى المسجد الأموي في دمشق وأعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة ووسع الحرم المكي بمكة المكرمة ومههد الطرق وحفر الأبار عمل مشروعات كتيرة أوي خدمة المسلمين في الوقت ده وغير المسلمين اهتم بالفتحات الإسلامية فوصلت جيوش الإسلام إلى بلاد الأندلس غربا وإلى إقليم السند شرقا في عهده اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين وتوفى الوليد بن عبد الملك في عام 96 هجرية وكان عصره زي ما احنا شايفين مليء بالمشروعات المهمة اللي أفادت كل من كان يعيش في الدولة الأموية في الوقت ده عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد هو تامن خلفاء الرشيدين وزي ما قلنا قبل كده عمر بن عبد العزيز حكم سنتين بس من سنة 99 هجرية لسنة 101 هجرية اطلق عليه خامس الخلفاء الرشيدين والخلفاء الرشيدين هم أربع خلفاء نتذكرهم كده مع بعض سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب طيب ليه اطلق عليه خامس الخلفاء الرشيدين مع إنه ما كانش جاي بعد سيدنا عليه ابن أبي طالب ولا حاجة وده لأن عمر بن عبد العزيز عرف بالعدل واستشارة العلماء في أمور الدولة وده أثر على انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية في عهده وتعالوا نتعرف كده على عمر بن عبد العزيز أكتر كان عمر بن عبد العزيز بيشتري الرداء يعني الملابس كده بألف دينار قبل أن يصبح الخليفة لكن لما بقى الخليفة كان بيشتري القميص بعشرة دراهم فقط ودوت من زهده لأنه خايف أنه هو يأخذ من فلوس الدولة أي مال ويكون فيه أي حرمة فكان يعني زاهداً عمر بن عبد العزيز زوجة عمر بن عبد العزيز بتحكي بتقول أنه هو يعني بعد تولير خلافة بكى فسألته أنت يعني بتبكي ليه يا عمر؟ قال لها توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففكرت في الفقير الجائح والمريض الضائع والعاري المجهول والمقهور والمظلوم والقريب والأسير والشيخ الكبير وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعاً فخشيته فبكيت يعني خفت فخشيت فبكيت خفت من ربنا سبحانه وتعالى يسألني عن كل دول بعد ما موت فدي يعني أمانة ثقيلة علي فبكيت وده طبعاً بيصبت قد إيه؟ عمر بن عبد العزيز كان فعلاً قمة في الزهد والعبد إيه أهم أعمال عمر بن عبد العزيز بقى اللي عملها في السنتين اللي هو حكم فيهم؟ واحد الحفاظ على المال العام إزاي يعني؟ أعاد ما وهب له من أموال هو وزوجته لبيت المال أي فلوس خدها من بيت المال قبل ما يكون خليفة ردها لبيت المال تاني بعد ما بقى خليفة وطلب من بني أمية ارجع ما أخذوه أيضاً بني أمية هم قريبه أولاد عمه اللي كانوا طبعاً يعني ملوك وأبناء الملوك وأولاد عم الملوك العيلة الحكمة للدولة الأموية أمرهم جميعاً أن هم يعيدوا كل المال اللي أخذوه قبل ما هو يتولى الخلافة يعيدوه تاني لبيت المال وطبعاً اللي يعني يجي على أهله عشان خاطر يعني يكون ماله مال حلال وما ياخدش من دولته وأي مال حرام ده بيكون فعلاً إنسان أمين وقمة في العدل كان عمر عبد العبد العزيز بيهتم بتاعين ولا يتصفون بالتقوى والصلاح وحسن السيرة عشان خاطر يحفظوا على المال العام للدولة في الوقت ده اهتم بالعمران أنشأ المساجد ومهد الطرق وحفر الأبار واستصلح الأراضي كل ده حصل في عهد عمر بن عبد العزيز ونشر الإسلام في البلاد المفتوحة إحنا خلاص اتفتحت البلاد دي والإسلام ابتدى ينتشر وابتدى عمر بن عبد العزيز بالقضوة والموعظة الحسنة يعرض الإسلام على أهالي البلاد المفتوحة فدخل الناس في دين الله أفواجاً اقتناعاً بالإسلام توفى عمر بن عبد العزيز عمواء 101 هجرية وبعد وفاته تولى ستة خلفاء كانوا ضعفاء فالدولة طبعاً لما يكون الخليفة ضعيف بتكون أضعف وكان آخرهم مروان بن محمد اللي قتل سنة 132 هجرية وبقتله انتهت خلافة الأموية أولاً نحب نقول إن العصر الأموي شهد أوسع حركات الفتح الإسلامي بعد عهد الخلفاء الرشدين حيث امتدت الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية من بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال غرباً إلى بلاد السند اللي هي باكستان وبلاد ما وراء النهر شرقاً يعني كل المساحة اللي مزللة بالأخضر الغامق دي دي كلها كانت الدولة الأموية فتحات الدولة الأموية بقى بدأت إزاي وانتهت فين؟ أولاً في الشمال حاول المسلمون فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية والقسطنطينية دي اللي هي إسطنبول حالياً المسلمين حصوها وحاولوا يفتحوا المدينة دي أكتر من مرة واستشهد في الحملات دي عدد كبير من كبار الصحابة وعلى الرغم من عدم نجاح المسلمين في فتحها إلا أن المحاولات دي كان لها أهمية كبيرة جداً وأهميتها دي إن هي حولت قروم اللي كانوا موجودين في المنطقة دي كده لأن هما بقوا في موقف الدفاع بدل ما كانوا في موقف الهجوم ضد المسلمين فطبعاً دوت عمل يعني تأمين للدولة الإسلامية في الوقت دوت ولو هنتكلم على القسطنطينية هنقول إن تم فتحها بالفعل سنة 885 هجرياً الموافق 1453 ميلادياً على يد السلطان العثماني الفاتح محمد الفاتح اللي عمل مسجد وبنى مسجد لي باسمه بجوار قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري في الشرق بقى هنلاقي إن الفتحات كانت في بلاد ما وراء النهر اللي هي الجمهوريات الإسلامية في وسط أسيا الموجودة في جنوب روسيا دي روسيا كده ودي المنطقة اللي فيها الجمهوريات الإسلامية زي أسباكستان وزي كازاخستان وكان من البلاد اللي فتحوها المسلمين في الشرق بلاد السند اللي هي باكستان حالياً دي كلها كانت من المساحات اللي وصل لها المسلمين في عهد الدولة الأموية طيب في الغرب بقى كانت الفتحات إزاي؟ كانت في شمال أفريقيا والمغرب الأقصى شمال أفريقيا الجزء ده كده والمغرب الأقصى هو الجزء ده أولا نلاقي عندنا ده خط سير الفتحات الأموية اللي امتدت لمنطقة المغرب الأقصى تم فتح الأندلس حيث قامت بها حضارة إسلامية أمارة العالم كله الأندلس ليه دلوقتي أسبانيا والبرتغال في المنطقة دي في أسبانيا والبرتغال في الأندلس قديماً كانت هناك حضارة عظيمة كان المسلمون هما أكثر تقدماً من أوروبا فكان ملوك أوروبا يرسلوا أبنائهم لما يجوا يتعلموا العلوم المختلفة يرسلوهم إلى الأندلس عشان خاطر يتلقوا أنواع العلوم المختلفة نظراً للتقدم الكبير اللي كان فيه المسلمين في الوقت دوت في الأندلس حاول المسلمون فتح فرنسا ابتدوا بقى عايزين يتحركوا من أسبانيا إلى جنوب فرنسا في المنطقة دي كده إلا أنهم كدهزموا في معركة سمية بلاط الشهداء نظراً لأن كان فيها عدد كبير جداً من الشهداء المسلمون ضعفت الدولة الأموية بعد وفاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وسقطت تماماً سنة 132 هجرية لكن يترى كانت إيه أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية تقم واحد ضعف الأمراء والصراع بينهم نتيجة تعيين اتنين في ولاية العهد فكان كل واحد من الاثنين بيحاول يكسب السلطة والصراع دوت عمل صراع داخلي تخلف عنه أو نتج عنه ضعف في الدولة إلى أن سقطه الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب المهمة داخل الدولة الصراع دوت أي بدولة مفيش فيها استقرار وفيها صراع داخلي بين طواقف المجتمع لازم بتضعف الدولة دي كراهية الموالي اللي هم غير العرب للأمويين لأن هما كانوا شايفين أن الأمويين بيفضلوا العرب على غيرهم من الموالي وده خلى عندهم كراهية وخلى عندهم عداء للدولة الأموية كسرت الفتن والثورات اللي قامت في الوقت دوت وكان بيقوم بيها الشيعة والخوارج رقم خمسة ودي أهم نقطة هي الدولة الدعوة العباسية الدعوة العباسية دي اللي قضها أبو مسلم الخرساني تمكن العباسيين من هزيمة الأمويين في سنة 132 هجرية في معركة اسمها معركة الزاب وتم ملاحقة آخر خلافاءهم اللي هو مروان بن محمد والقضاء عليه في مصر وتم مبايعة عبد الله بن محمد بن علي العباسي خليفة للمسلمين ليعلن بقى قيام الدولة العباسية وانتهاء وسقوط الدولة الأموية ودوت سؤال مهم بيجي في الامتحانات كتير بما تفسر سقوط الدولة الأموية أو حدد أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية يبقى لازم نحدد الخمس أسباب دول نراجعهم تاني مع بعض ضعف الأمراء والصراع بينهم الصراع بين القبائل العربية كراهية الموالي للأمويين وكسرة الفتن والثورات والدعوة العباسية لقضاء أبو مسلم الخرسان وبكده يكون انتهى الجزء الثالث من درس الدولة الأموية ودلوقتي تعالوا نستعرض ملخص للدرس بتاعنا في هيئة نقاط استمرت الدولة الأموية واحد وتسعين عام ومن أشهر خلفائها معاوية ابن أبي سفيان وعبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز من أهم فتحات الدولة الأموية محاولة فتح القسطنطينية وفتح شمال إفريقيا والمغرب الأقصى والأندلس وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند وهنا نقول إن القسطنطينية طبعا لم تفتح في عهد الدولة الأموية وفتحت في عهد الدولة العثمانية ولكن محاولة فتح القسطنطينية دي كان ليها أهمية كبيرة قوي إن هي حولت الروم إن هم مهاجمين للدولة الإسلامية لمدافعين عن أنفسهم ضعفة الدولة الأموية حتى سقطت نتيجة عدة عوامل كان أهمها ضعف الأمراء والصراع بينهم الصراع بين القبائل العربية على المناصب المهمة في الدولة كراهية الموالي اللي هم غير العرب للأمويين وكثرة الفتن والثورات والدعوة العباسية اللي قضها أبو مسلم الخرساني وبكده نتكون انتهينا من درسنا درس الدولة الأموية وإلى اللقاء الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر